يعني يمكن احنا هنا فاكرين كويس قوي انه السيد الرئيس كان يتكلم وهو يتكلم عن المبادرة يتكلم عن الحل السياسي لانه الحل السياسي زي ما حضرتك قلت هو المشهد اللي احنا عايزينه يعني هو مشهد القضايا الفلسطينية اللي بقالها يعني اكتر من سبعين سنة الثقة اللي موجودة لدى مصر بعد يعني الثقة للدولي اللي مصر حظيت به وايضا الثقة الكبيرة في السيد الرئيس اللي بقت موجودة على الارض هل ممكن تضع مصر بانها تقود ايضا يعني عملية السلام يهدأ البيت الفلسطيني انا عارفة انه سيادة اللواء عباس كامل كمان حيستدع يعني او يعني حيكونوا موجودين الفصائل الفلسطينية في القاهرة قريبا علشان برضو يبقى في يعني نقول ايه ترتيب اكبر للبيت الفلسطيني هل ده حيخلي مصر تكمل المسيرة وتاخد القضية الى مراحل بقى متقدمة نعود فيها على مائدة دولية مع العالم ومع اسرائيل ويبقى فيه شبهة او نلاقي حلول حقيقة يعني تشهدها المنطقة سريعا طيب ما حدث بعد مؤتمر باريس بيقول الدولة المصرية تحركت على الارض عبر مؤسساتها الامنية وعبر جهازها الدبلوماسي العريق ممثل في وزارة الخارجية ادرتي على الارض تتوصلي الى اتفاق الهدنة ادرتي تدخلي اتفاق الهدنة حيث التنفيذ وبعده تم ارسال الوفدين امنيين واحد بتاريخ 21 مايو التاني بتاريخ 23 مايو ثم كانت زيارة معالي السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والوفد الامن رفيع المستوى المصاحب لسياتو الى اراضي السلطة الوطنية والى دولة اسرائيل من اجل تثبيت اتفاق السلام من خلال فيه بنود صغيرة كنا ممكن نبصلها ونتفهم قال لها مثلا الاسرة انك انت لما بتتكلم عن الاسرة التعرف عليهم تبادل الاسرة البحث عن المفقودين حاجات دي بتبني جدار سلام بين الطرفين والطرفين ينبغي ان يتفهموا مطالب الطرف الاخر يعني اكيد ان الزيارة كانت تحمل رسائل الى الطرف الاسرائيلي والى الطرف الفلسطيني بمتطلبات المرحلة القادمة من اجل استدباب الامور وان تبقى الامور هادئة ومستقرة تمهيدا للمرحلة القادمة على الارض ومع الاتصالات اللي تمت سواء من السيد السكرتيري العام للامم المتحدة او من سيد الرئيس الولايات المتحدة الامريكية او من قادة العالم كلهم ومن الدول العربية المرحبين بالدور المصري في هذا الامر او في هذا النطاق وبالدور المصري الفاعل حضرك تفضلتي وقلتي ان منتصف الاسبوع القادم القاهرة ستشهد استضافة مؤتمر لكافة الفصائل الفلسطينية يحضروا دولة رئيس ابو مازن رئيس السلطة الوليطانية الفلسطينية دي فرصة مهمة جدا لتوقيع او فرصة اخيرة انا بتصورها فرصة اخيرة كلنا نتمنى ان تكون اخيرة نتمنى ان هي فرصة اخيرة عشان يبقى فيه يعني خطوات لان هيتبني عليها بعد كده تقبل المجتمع الدولي للذهاب الى ما هو ابعد مؤكد الدولة المصرية على هذا النحو اللي سلكته طول الفترة الاخيرة في عملية التواصل الى هذه الهدنة والقدرة على طرح رؤيتها في هذا الملف مؤكد ان هي هيكون لها زي ما قلت الحديث انها تتحول الى شريك دولي فاعل للدولة العزمة للعالم من الولايات المتحدة الامريكية والمنظمة الام ومنظمة الام ومتحدة بالاضافة الى باقي الدول الاقليمية والقرية المعنية بهذا الملف الشائك الدولة المصرية بتنتقل في هذا الامر بخطوات محسوبة لديها استراتيجيتها السبتة والوضحة التي لا تتخلى فيها عن حقوق الشعب الفلسطيني ايمنها الاول والاخير ان هذا الشعب عانى كثيرا من وطأة الاحتلال وانا له ان يستقر وان يكون له دولة حقيقية على الارض وده مبدأ من المبادئ اللي انا هنتكلم عليها لو في وقت في اطار استراتيجية مصر في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية اللي مكنتها ان هي توصل لهذه المكان اشتركوا في القناة